السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم سوف أقوم اليوم بمراجعة الدرس إنا وأخواتها في البداية لقد قمنا سابقا بشرح هذا الدرس وكان من خلال رسم بيت الجملة الإسمية تذكر عزيزي الطالب أو عزيزتي الطالبة أن هناك بيت لا الجملة الإسمية قمنا برسمة سابقا هذا يسمى بيت الجملة الإسمية وقلنا أن لهذا البيت يوجد حديقة وهذا سور المنزل هذا سور المنزل وهذا باب الحديقة التي في الخارج تمام هذه حديقة المنزل هذا يد الباب طبعا في هذا البيت وهو بيت الجملة الإسمية كما قلنا أن يعيش في المبتدأ والخبر يعيش في هذا البيت ركناء الجملة الأساسيان وهما المبتدأ والخبر تمام وقلنا سابقا أن الخبر في هذا اليوم كان موجود داخل المنزل وأن المبتدأ كان يجلس في الخارج قلنا أنه كان يجلس في الخارج إذن الجملة يوجد بيت للجملة الإسمية هذا البيت يعيش في الخبر وأيضا المبتدأ وكإعادة بسيطة لا الجملة الإسمية أو مراجعة بسيطة لا الجملة الإسمية التي قمنا في شرحها سابقا أن الجملة الإسمية هي التي تبدأ باسم إذن مثل أن أقول السماء صافية السماء صافية هذه الجملة تبدأ باسم وهو السماء إذن هذه الجملة جملة إسمية وكما قلنا أن الإسم الذي يأتي في بداية الجملة الإسمية أو الذي أبدأ به نسميه مبتدأ تمام والخبر هو الذي يخبر عن المبتدأ إذن يخبرني أن السماء صافية إذن صافية ستكون هي الخبر وقلت لكم سابقا أنه ليس من الضروري أن يأتي الخبر ملتصق في المبتدأ مثل أن أقول ساحة البيت وسعة تمام إذن هذه جملة إسمية والدليل على ذلك أنها تبدأ باسم وهو ساحة والاسم الذي أبتدأ به نسميه مبتدأ تمام بما يتعلق بالخبر عندما أقول ساحة البيت واسعة عندما يقول ساحة البيت طيب ما بها ساحة البيت أول سؤال ممكن يخطر على بال الطالب ما بها ساحة البيت تمام عندما أقول أنها واسعة هنا أنا أخبرت أنها واسعة لم أخبر عندما أقول ساحة فقط أنا هنا لم أخبر ما بها الساحة تمام عندما أقول ساحة البيت أيضا يتوارد في ذهن الطالب طيب ما بها ساحة البيت عندما أقول واسعة هنا أنا أخبرت أنها واسعة إذن واسعة هي الخبر تمام؟ كما قلنا سابقا أن المبتدأ يأتي دائما مرفوع دائما مرفوع وأن الخبر أيضا دائما مرفوع مرفوع نرجع إلى بيت الجملة الإسمية إذن في هذا البيت يعيش المبتدأ وأيضا الخبر في يوم من الأيام كان الخبر يجلس داخل المنزل وكان المبتدأ في الخارج يجلس في الحديقة طبعا في يوم من الأيام يوجد مجموعة أو كما نسميه أو كما قمت بشرحي سابقا أن هناك عصابة يطلق عليها إسم إنه وأخواتها أخواتها هذه العصابة هي هي إنه وأنه لا التوكيد ولكنه لا الاستدراك وليت لا التمني وكأنه لا التشبيه ولعله لا الترجي يجب على الطالب أن يقوم بحفظها إنه وأنا للتوكيد لكنه للاستدراك ليتا للتمني كأنه للتشبيه لعله لا الترجي طبعا هذه المجموعة إنه وأخواتها في البداية إنه وأنا ولا كنا وأيضا ليتا ولعله يوجد عندي كأنه تمام هذه المجموعة كما قلت لكم سابقا أعزائي الطلاب وكما نقولها نحن تقوم بالنصب على الناس يعني مجموعة بنصبه على الناس تمام طبعا بيت الجملة الإسمية هو بيت مشهور ومعروف أنهم عائلة غنية تمام المهم في يوم من الأيام جاءت إنه وأخواتها إلى بيت الجملة الإسمية تمام طبعا في البداية رح يجي إنه في مباشرة أول ما رح يجي مشان ينصبوا على الجملة الإسمية لحيواجههم باب الحديقة تمام المهم هنا جاء المبتدأ تمام وفتح الباب فإنه وأخواتها يعني بدأت تتحدث معه بدأت تتحدث معه وإقناعه فنصبت هنا عليه إنه وأخواتها نصبت على المبتدأ إذن هو كان المبتدأ مرفوع وكان مرفوع كما قلنا والخبر أيضا كان مرفوع تمام ولكن عندما جاءت إنه وأخواتها عند المبتدأ وقامت بالنصب عليه أصبح منصوب هو كان مرفوع ولكن بعد أن نصبت عليه أصبح منصوب تمام وأقنعته بأن ينضم إلى هذه أن ينضم إلى مجموعتهم تمام والمبتدأ وافق على ذلك وقال له نريد أن نغير نغير اسمك فأصبح يعرف باسم اسم إنه وأخواتها يعني مرة يكون اسم إنه ومرة اسم أنا ومرة اسم لكنه ومرة اسم ليته وهكذا تمام إذن أصبح المبتدأ منصوب وأصبح اسمه اسم إنه وأخواتها تمام طبعا الخبر كان يجلس داخل المنزل عندما شاهد ذلك قام في الهروب كما قلنا سابقا وقمت بشرح هذه القاعدة أن الخبر قام في الهروب تمام من خلال النافذة عندما هرب الخبر إذن الخبر لم ينصب عليه بقي مرفوع الخبر لم ينصب عليه فبقي مرفوع تمام ولكن عندما دخلوا إلى المنزل ليبحثوا عن الخبر لم يجدوه لأنه هرب تمام فبقي مرفوع ولكن بحثوا في أغراضه فوجدوا الهوية فقاموا بتغيير اسمه على الهوية فأصبح يعرف باسم خبر إنه وأخواتها تمام هو هرب لم ينصب عليه فبقي مرفوع ولكن قاموا بتغيير اسمه في الهوية فأصبح خبر إنه وأخواتها تمام هذه القصة للتسهيل على الطالب بدراسة قاعدة إنه وأخواتها إذن نعود لتطبيق هذا الكلام على جملة السماء سماء صافية كما قلنا عزاء الطلاب أن السماء صافية هي جملة اسمية والدليل على ذلك أنها تبدأ باسم وهو السماء والاسم الذي نبدأ به نسميه مبتدأ والاسم الذي يخبرنا عن هذا المبتدأ أطلقنا عليه اسم خبر تمام؟ وقلنا دائما أن المبتدأ مرفوع فإذن يكون إعرابه مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم وقد قمت بشرح ذلك سابقا وهنا خبر مرفوع قلنا دائما مرفوع وعلامة رفعه تنوين الضم تمام؟ إذن هذا الأصل في الجملة الاسمية يعتبر لنطبق هذه القصة أن هذا هو بيت الجملة الاسمية كان المبتدأ مرفوع وعادي والخبر مرفوع تمام؟ طيب ولكن إذا قلت إن السماء صافية لا أريد هنا وضع الحركات في البداية إن السماء صافية السماء صافية جملة اسمية تمام؟ دخلت عليها إن هذا طبعا سيكون نفس الإجابة في حال دخلت إن أو لكن أو ليت أو لعل أو أن تمام؟ إذن دخلت على هذه الجملة إن وكما قلنا أن إن وأخواتها عندما تدخل على الجملة الاسمية قلنا في القصة سابقا أنها تنصب المبتدأ تمام؟ وتسميه اسمها إذن في البداية إذن في البداية يجب على الطالب كما قلنا أن يحفظ أن إن وأن لا التوكيد ولكن للاستدراك وليت للتمني وكأن للتشبيه ولعل لا التردي إذن إن وأخواتها عندما تدخل على الجملة الاسمية تقوم في نصب المبتدأ وتسميه اسمها تمام؟ في البداية إنها هي حرف توكيد على الطالب فقط أن يكتب إنها حرف توكيد لو كان في المثال كأن يكتب حرف تشبيه لو كان ليت حرف تمني لو كان لعل حرف ترجي لكن حرف استدراك تمام؟ أن حرف توكيد فقط والحروف لا محلة لها من الإعراب دائما الحروف لا محلة لها من الإعراب تمام؟ ننتقل إلى السماء في البداية كانت السماء هي مبتدأ وكانت مرفوعة ولكن عندما دخلت عليها إنها قامت كما قلنا سابقا أنها تنصب على المبتدأ أو تنصب المبتدأ وتسمي اسمها تمام؟ فنضع هنا أنه أصبح اسم إن وكما قلنا هنا وضحنا أنها تنصب على المبتدأ كان مرفوعة أصبح منصوب وأصبح اسمه ماذا؟ اسم إن وأخواتها تمام؟ طيب إذن هو أصبح اسم إن وكما قلنا أنه منصوب لم يعد مرفوعا تمام؟ منصوب ونحن نعلم دائما أن العلامات الأصلي للإعراب الرفع الضماء النصب الفتحة والجر الكسرة إذن اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة إذن نضع هنا فتحة تمام؟ ننتقل إلى صافية صافية كما قلنا في الجملة السابقة أنها كانت خبر وتحدثنا أيضا عندما تدخل إن وأخواتها على الجملة الإسمية أو على بيت أو منزل الجملة الإسمية فإن الخبر يهرب من النافذة إذن هو يبقى مرفوعا ولكن نقوم فقط تحدثنا أنهم فقط غيروا اسمه على الهوية قاموا بتغيير اسمه على الهوية تمام؟ فأصبح خبر إن وإن كانت هنا لكن سيكون خبر لكن وإن كانت لعلة سيكون خبر لعلة وإن كانت كأن سيكون خبر كأن وهكذا تمام؟ إذن وهو بقي مرفوع خبر إن مرفوع وعلامة رفعه تنوين الضم وعلامة رفعه تنوين الضم إذن هنا نضع عليه تنوين الضم ونلاحظ هنا فتحة إذن التغيير الذي طرأ على الجملة الإسمية عندما تدخل عليها إن أو إحدى أخواتها هو أن تنصب المبتدأ وتسمي اسمها ويبقى الخبر مرفوعا ولكن تسمي خبرها تمام؟ إذن لننظر جيدا ونقارن بين الجملتين السماء صافية هي جملة اسمية تتكون من مبتدأ السماء مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضم وصافية هو خبر مرفوع وعلامة رفعه تنوين الضم ولكن عندما دخلت إنا أو إحدى أخواتها على هذه الجملة قامت في إجراء بعض التغييرات ومن هذه التغييرات أنها نصبت المبتدأ وأطلقت عليه اسم أنه اسمها تمام فأصبح اسم إن أو إحدى أخواتها يعني لو كان في هذه الجملة لكن أو ليت أو لعل تكون اسم لكن اسم ليت اسم لعل منصوب علامة نصبه الفتحة وصافية وهو الخبر بقي مرفوع ولكن تم تغيير بسيط في اسمه فقط أنه هو أصبع خبر إن أو أحدى أخواتها ما لون مرفوع وعلامة رفعه تنوين الضم تمام إذن دائما إن أو أخواتها تدخل فقط على الجملة الإسمية وتقوم في إجراء هذه التغييرات ترجمة نانسي قنقر